أتلفت الفرق الهندسية العسكرية المتخصصة في نزع الألغام في اللواء الأول قوات خاصة المرابط شرق مديرية حارض 500 لغم أرضي متنوع زرعتها ميليشيات الحوثي شرق المديرية وقال مصدر العسكري باللواء الأول قوات خاصة أن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع مئات الألغام الأرضية المتنوعة خلال الأشهر القليلة الماضية كانت ميليشيات الحوثي قد زرعتها في قرى ومناطق متفرقة بالسلاسل الجبلية شرق مديرية حارض وأكد المصدر أن الفرق الهندسية مستمرة في عملية انتزاع الألغام الحوثية والتي تحاول الميليشيات من خلالها إعاقة تقدم قوة الجيش الوطني في تلك المناطق الجديد الذكر هو أن هذه العملية تعد الثالثة التي تتلف فيها الفرق الهندسية العسكرية باللواء الأولى والقوات خاصة هذه الكمية حيث سبقتها عمليات مماثلة تصل إلى مئات الألغام المتنوعة والمتنوعة الأحيام والمهام كان آخرها إتلاف سبع مئات لغم أرضي